السلام عليكم في هذا الفيديو سأشرح طريقة صنع الصخور من خفضة الدقة تقدر تستعملها في محركات الإلعاب لصنع لعبتك الخاصة إذا عجبتك هذه الفكرة لا تنسى تعطيني لايك للفيديو حسنا نبدأ حسنا سأستخدم هذا الأصدار الذي ترى قدامك ثلاثة بوينت خمسة بوينت واحد تضغط على A X تمسح المكعب الافتراضي Shift A تختار كيوب من هذه القائمة G Z 1 تضغط على Tab تروح على Edit Mode ثم Ctrl P تسحب بالماوس تطريقة هاي وتاب ترجع على Object Mode ثم تضغط Ctrl ورقم 4 تسحب هاي هنا أو تقدر تروح منها ونضيف المعدل Subdivision نأتي للأسفل هذا معدل إذا أجي أحذفه ثم بعدها أروح على Subdivision وأختار 4 تمام؟ بس هذا الاختصار أنا استخدمته Ctrl 4 رح يضيف لك مباشرة معدل التقسيم وياها تقسيمات بالمرتبة الرابعة من بعدها تروح على هذا السهم تضغط على Apply أو تضغط على Ctrl A تمام؟ سيصل عندك بهذا الشكل هذا أوكي من بعدها أيضا نضيف معدل Display تضغط على New تمام؟ هالطريقة هاي تصل عندك تنزل الأسفل هنأجي أرفعها لك تختار هذي تجي هنا تختار هذا الاختيار هالطريقة هاي تجي الأسفل هاي العدادات رح نشوية نغير بها تختار هذا الاختيار الثاني اللي هو Distance المسافة المربع رح ينطيق دقة أفضل بالتقسيم لا تلاحظ تمام؟ ال Size الحجم نخلي 0.1 كبرى من هنا تقريبا نخلي 0.4 أو 0.1 0.1 تمام؟ هالطريقة هاي 0.3 أوكي هذا أفضل تنزل الأسفل تختار Color من بعدها تختار Contrast هتحاول تسويها يعني بس 600 أو 620 أو 630 حسب الشكل اللي انت تحتاجه أوكي 670 أنا أشوفه مناسب تروح على خانة المعدلات تضغط Control A أيضا نضيف معدل ثاني اللي هو دسميت هذا المعدل يقلل لك عدد الفيرتكس الموجود لأن المحركات الإلعاب لازم إذا أنت عندك بداية صنع لعبة أو تريد صنع لعبة لازم تقلل من هاي النقاط اللي موجودة بالشبكة تمام هذا حتى ما يسبب لاق بالأجهزة الضعيفة تضغط على Tab تقلل هذا الهنا أوكي تجي هنا خلينا نجي بالأسفل الكامين تفعل هذا الاختيار تمام إذا تلاحظ إنه عدد النقاط أو تجي هنا خلينا أفعلها هاي لك منا الإحصائيات عدد النقاط اللي هو البرتكس 720 إذا تجي تقلل تمام إذا تلاحظ العدد صار 469 ايضا تروح تضيفه مرة ثانية أوكي صار عندك 200 تضيح Apply تضغط على Tab وتشوف النموذج ماتك بهالطريقة هاي تمام حسنا تضغط على Tab إذا تلاحظ إنه الجمالية الصخرة مو مناسبة فترجع على وضعية Edit Mode ونمسح النقاط تضغط على C أوكي تحاول إنه تمسح النقاط اللي تكون بالوسط تحددها هاي يضر هاي هنا بعد ما كمل التحديد النقاط اللي ما تريدها تضغط على Ctrl X تمام تضغط على Tab إذا تلاحظ إنه بدأت الصخرة تكون أكثر جمالية عندنا أوكي هسا خلينا نرجع إلى وضعية Edit Mode ونمسح النقاط أكثر أريد نسوي هاي الصخرة بعد أكثر جمالية تضغط على Tab راح أسرع الفيديو موسيقى 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 تقدر تغير من شكله تضغط على Tab تضغط على A, S, Z تقدر تتحكم بالشكل مالتها اوكي تمام هسا تضغط هنا تضغط على Shift S من بعدها تختار Crosser Select راح ينتقل الكروسر على النقطة اللي محددها تمام اذا تلاحظ انه هاي الخطوط شوفها بلون يختلف هسا اوضح لك شون هاي الخطوط تضغط على Tab من بعدها تلك يمين تختار Origin to 3D Crosser يعني راح تنتقل هاي النقطة اللي هي نقطة الاصل الى مكان 3D Crosser اوكي من بعدها ستقدر تضغط على S تكبر الطريقة هاي S S, Z تقدر تغير من شكلها وذا واجهتك مشكلة مثل هاي تضغط على Tab وضعية Edit Mode تقدر تكبر الطريقة تمام S تقدر تغير من شكلها ايضا تقدر تضغط على Shift D تستنسخ اوكي S تكبرها شوية او تضغط على Tab A S Z اوكي S شوية تطولها GX Tab GZ تجي تسحبه هنا ستسحبه مجموعة الصخور ستسحبه مجموعة الصخور R Z تحاول انه تسوى عملية دوران G Y نسوى مجموعة الصخور اوكي تمام هسا بعد ما كملت خلي اجي اخفي هاي الاحصائيات اضغط على T تروح على خانة الماتيريال او عرض الالوان هلي هننتظر شوية اوكي هسا راح استخدم هاي الاضافة اللي هي اضافة Blender Kit طبعا شرح شرح مفصل عنها بالقناة تقدر تروح تشوفه راح اترك لك رابطها بالوصف تقدر تعرف طريقة استعمال هذه الاضافة تجي تنقر هنا طبعا الاضافات المجانية عندك مئات او ملاف من النماذج المجانية او المواد تمام تقدر اضيفه على النموذج ماتك مثل هنا نكتب ستوني الصخور البحث اي نموذج عندك خلينا نختار طبعا تحرك بعجلة الماوس تحدد الصخرة او النموذج اللي تريد تنزل عليه المادة خلينا نبحث منه نختار مثلا لا وهاي المادة او هاي المادة نختارها ننتظر شوية اوكي لا تلاحظ مباشرة طبعا الاضافة تحتمد على قوة النت بس في حال انه انت نزلت هاي المادة بالمرة الاولى فما يحتاج لها نت مباشرة راح تنزل عندك اوكي والطريقة الحلوة هنا ببلندر انه تقدر تنسخ المواد المادة مثلا هذا النموذج انه بهاي المادة تمام هاي اللي هنا اريد انسخها على كل هاي الصخور تضغط على اي من بعدها تحدد شفت وتحدد اخر صخرة اللي بها الالوان تضغط على كونترول اي كونترول ال العفو وتختار لينك ماتيريا هاي مجموعة الصخور من خفض الدقة تقدر تستخدمها للالعاب او اي محرك انت تستخدمه مثل الرو بوكس طبعا انا ادعى اهيئ هاي المقاطع الفيديو لانفتحت قسم خاص بالقناة من خلاله نشرح هذا المحرك هاي كل المعلومات اللي عندي بخصوص هذا النموذج من خفض الدقة اللي هنا وصلنا نهاية مقطعنا اذا عندك اي سوال رسينا بتعليقات انا اجاوب عليه لا تنسى اللايك للفيديو واشتراك بالقناة اذا ما مشترك السلام عليكم